السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغرب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي الرائعين في الصف الثاني تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول فأهلا وسهلا بكم أبنائنا وبناتنا معنا في درسنا اليوم عن المواطنة الرقمية بداية قبل أن نبدأ درسنا علينا أن نلتزم بقوانين التعلم عبر قنوات عين التعليمية أول قانون ذكر قبل أن أبدأ درسي علي أن أختار مكان مناسب للتعلم بعيدا عن الضجيج أيضا تكون لدي معرفة بجدولي وأوقات التعلم المباشر كذلك أبنائي وبناتي علي أن أستعد وذلك بتجهيز كتابي المدرسي أدواتي المدرسية القلم ما أنه عندنا انترنت يعني درسنا عن جهاز الحاسب الآلي إذا تطلب الأمر نوفر جهاز حاسب آلي جميع ما يزموني يكون بالقرب مني لتدوين كذلك ملاحظاتي أستهما إلى درسي بتركيز بعد ذلك أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصصي لأبنائي وبناتي أخيرا نوجه رسالة إلى أولياء الأمور نطلب منهم التواجد أثناء فترة البث وذلك للتوجيه والإرشاد عنوان الدرس هو عن المواطنة الرقمية من هدف العام من هذا الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على آداب المواطنة الرقمية طيب ما هي أهدافنا التدريسية التي أسعى أنا وأنتم إلى تحقيقها أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني تأهيلي أول هدف هو أن يعرف الطالب والطالبة المواطنة الرقمية ما تبجعني لهم هذا الكلمة أو ما المقصود بهذه الكلمة المواطنة الرقمية ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة آداب المواطنة الرقمية ثالثا أن يذكر الطالب والطالبة السلوكيات الإيجابية أثناء التواصل عبر الانترنت رابعا أن يذكر الطالب وطالب أمورا يجب تجنبها أثناء التواصل عبر الانترنت نلاحظ هنا صديقنا نستمع إلى قصتهم ونشاهد ماذا حدث معهم أبي أريد منك أن تشتري جهاز حاسب آلي حتى أطور مهاراتي الرقمية يا أبي الأب حسنا وسيكون هدية لك مني لنجاحك وتفوقك ولكن عليك أن تلتزم بالمواطنة الرقمية كلمة ماذا تعني هذه الكلمة المواطنة الرقمية تستفيد من الانترنت يا بني بمجال التعليم والترفيه كذلك وتحمي نفسك والآخرين من أخطار الانترنت سأكون حريص على ذلك يا أبي طبعا هل نعتقد أن الانترنت فيه أخطار؟ نعم لذلك أحضر الجهاز الأب إلى خالد بعد أن انتهى العام الدراسي مكافأة لا أحسنت يا خالد بعد فترة لاحظ الأب أنه خالد ملتزم بالمواطنة الرقمية وجالس يستخدم الانترنت بطريقة فعالة لذلك قال لا أحسنت يا خالد أنا متابع جيد لأعمالك على الانترنت والتزامك بالمواطنة الرقمية إذن الأب ما ترك خالد فقط على الانترنت بدون متابعة بالعكس قاعد راقبة وتابعة أستكد أنه يلتزم بالمواطنة الرقمية ردت خالد علي ماذا قال؟ حريص جدا يا أبي أن أمثل نفسي وتربيتي أيضا وبلادي بشكل جيد ولا أنسى فضلك في تعليمي بالمواطنة الرقمية إذن عرضنا أن المواطنة الرقمية ماذا تعني؟ لماذا قلنا المواطنة الرقمية؟ أبنائي وبناتي نعرف أنه إحنا كمواطنين إحنا مواطنين ولكن ماذا تعني؟ مواطنة رقمية مواطنة رقمية يعني هو مواطن ولكن ماذا؟ يستخدم تكنولوجيا المعلومات من أجل ماذا؟ من أجل الانخراط بفعالية يعني هو يستخدم تكنولوجيا المعلومات سواء جهاز الحاسب الآلي يستخدم الأنترنت الموجود في الأيباد أي شخص يستطيع الوصول إلى الأنترنت ويستخدم تقنية المعلومات أو التكنولوجيا المطورة للوصول إلى المعلومات سواء جهاز الجوال، الهاتف النقل أو الحاسب الآلي، أيضاً الآيباد هذه كلها تكنولوجيا المعلومات ولكن هنا ماذا ينخرط بفعالية للمشاركة في المجتمع الرقمي من خلال وسائل التواصل أو برامج التواصل الاجتماعي هنا قاعد ينخرط بفعالية في ماذا؟ في المجتمع الرقمي إذن ليش رقمي؟ لأنهم كلهم يتواصلون مع بعض عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنترنت، عن طريق شبكة المعلومات إذن سواء في الجانب الاجتماعي أو السياسي أبنائي وبناتي أو الديني ما أرفض ماذا؟ التسلط، يعني ما أتسلط على أحد ما يخرج مني كلمات بديئة ما أنتمي لشعبة أو أسب الشعبة الثانية أو الطائفة بالطائفة أخرى مجموعة ضد مجموعة أخرى، مدينة ضد مدينة أخرى ليست هذه من آداب المواطنة الرقمية صح أنا أنخرط وأشارك في المعلومات سواء كانت اجتماعية سياسية ولكن بمشاركة معلومات، مشاركة بيانات، إداء رأي وفق ماذا؟ وفق الحدود المتعارف عليها في عداتنا وتقاليدنا ونكون أيضا محترمين في تبادل المعلومات وتبادل وجهات النظر إذن مواطنة رقمية هو مواطن يستخدم تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى التفاعل عن طريق التفاعل ومشاركة المجتمع الرقمي في جانب سياسي أو اجتماعي أو ديني ويكون حريص المواطنة رقمية بعيدة عن التسلط التسلط ليست من ضمن المواطنة الرقمية التلفظ بألفاظ غير لائقة ليست من المواطنة الرقمية أبنائي وبناتي لاحظوا هنا نضع علامة صح بجانب الصورة الدالة على شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات أي صورة تمثل شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات؟ أنا لما أقول لك أن هذا شخص يستخدم تكنولوجيا أي تقنية حديثة أبنائي وبناتي نستطيع من خلال هذه التقنية أن الوصول للأنترنت تواصل مع الآخرين سواء باتصال سلكي أو لا سلكي هذه تستخدم تكنولوجيا المعلومات مثل ماذا قلنا؟ أحسنتم مثل جهاز الحاسب الآلي أيضا مثل جهاز الهاتف النقال جهاز الهاتف النقال أستطيع مثلا من خلال الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكثير لدينا مواقع التواصل الاجتماعي نستخدمها ونتواصل فيها مع الآخرين في مجتمع رقمي نشاهد صورهم مثلا نشارك صور نشارك يومياتهم أو نشارك آراءهم أو نشاهد أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي إذن هذا مجتمع رقمي هذا المجتمع الرقمي اللي أنا دخلت وانخرطت فيه واستخدمت من خلاله تكنولوجيا المعلومات أي شخص هنا تتوقع أنه يستطيع الوصول إلى هذا المجتمع الرقمي؟ لما أقول لك أي صورة تمثل شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات؟ صورة الأولى لاحظوا معنا وشمعه جهاز حاسب آلي الصورة الثانية إيش معه؟ كوب قهوة إذن الصورة الثانية هي شخص يستخدم كوب قهوة إذن الصورة الثانية لشخص يستخدم كوب قهوة أي هذه الصور تمثل شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات؟ أحسنتم الصورة الأولى تمثل صورة شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات إذن الصورة الأولى الشخص الجالس على جهاز الحاسب الآلي وقاعد يتفاعل مع المجتمع الرقمي هو شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات إذن شبكة الأنترنت عبارة عن شبكة اتصال عالمية تتصل بينها وبين الحلوى سيب ومن خلال اتصال هذه شبكة الأنترنت نستطيع الدخول في مجتمع رقمي والتواصل مع الآخرين أبناء أيها بناتي طع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة عند استخدام الأنترنت يجب أن ألتزم بالمواطنة الرقمية إذا أنا سمعت كلمة مواطنة رقمية يتبادر لي في ذهني ماذا؟ أن أكون مواطن ماذا؟ رقمي يعني أن أتعاملي مع تقنية المعلومات وأستخدم تكنولوجيا المعلومات وأتفاعل مع المجتمع الرقمي صحيح هم ما يعرفون اسمي صحيح مثلا ما يعرفون أنا وين بيتي أو أنا وين ساكن من خلال مثلا المجتمع الرقمي الموجود هذا ولكن يجب أن ألتزم بالآداب العامة المتعارف عليها أيضا عند استخدامي لتكنولوجيا المعلومات إذن صح يجب أن ألتزم بالمواطنة الرقمية وما مثلا ما أقول أنه ما يعرفوني خلاص أنا أقدر أسوي لي أنا أبغى أقدر أقول لي أنا أبغى أن تبه من هذه العبارات وعلي أن ألتزم بالمواطنة الرقمية إذن في درسنا اليوم حدثنا عن ماذا؟ كلمة هديثة نشأت تكنولوجيا المعلومات واستخدام مستخدمية تكنولوجيا المعلومات اللي هي المواطنة الرقمية أم الذئب؟ أحسنتم المواطنة الرقمية اللي هي لشخص يستخدم التقنية أو تكنولوجيا المعلومات أبنائي ومناتي وصلت معكم إلى نهاية درسي أستوطعكم الله وألتزأ أطلب منكم الالتزام بالمواطنة الرقمية عند استخدامكم تكنولوجيا المعلومات أرقاكم على خير معلمتكم منال صالح الغريب